لما ابتدت أسطورة جبل الحلال في سينة كان الزابط اللي يطلع مأمورية هناك بيعمل حسابه إنه مش راجع غالبا والوضع كان مرعب لكن فيه زابط عمليات خاصة هو اللي طلب يشارك في مدهمات جبل الحلال ولما القاد بتاعه سأله عاوز تروح سينة ليه رده وقال له الشهادة بتنادي علي يا فندم الزابط ده هو النقيب شادي مجدي وبالفعل رح سينة وطلع مدهمة واثنين وتلاتة الجبل الحلال وكل اللي حواليه كانوا خايفين عليه بس قال لهم عمر الشاقي بقي لحد ما الإرهابيين فجروا المدرعة بتاعته وربنا نجا وتصب شزيا في العمود الفقري واما رجع القاهرة والده اللوى مجدي بدر بقي يقول له بنرح على نفسك يا شادي بلاشت خاطر بالشكل ده البطل كان بيرد وهو بيدحك يا بابا بدور على الشهادة وهو كان كده فعلا ويا دوب خلص مهمته في سينة طلع على برسعيد عشان يشارك في مدهمات مهمة للعمليات الخاصة وفي عملية من العمليات دي خطل إناري فاخده ويومها قال لصحب الرائد واق البديع أنا كده قربت الكلام ده كان في يوليو 2013 في الفترة دي اعتصامات الإخوان كانت موجودة في ربعة والنهضة وبعد ما فشرت كل المحاولات عشان الموضوع ينتهي سلمي كان لازم قوات الأمن تفض التجمع المسلح وشادي كان واحد من الأبطال اللي تكلفوا بالمهمة وليلة الفض وتحديدا يوم 13 أغسطس راح عشان يتعشى مع بابا ومامته وبعد الأكل قال لهم ان بكرة عنده مأمورية في ربعة ورغم القلق محدش فيه هم فكر يمنعه والصبح اللي هو مجدي بدر اتصل بشادي او المصحي من النوم عشان يطمن عليه ابنه رد عليه لكن بعد ثواني الخط تقطع بابا بدأ يقلق وفتح التلفزيون وشاف الإخوان بيدرابوا رصاص وما كانش يعرف ان الرصاصة من دول هتيجي في ابنه الحكاية ابتدت لما رجلت العمليات الخاصة دخلوا جوه الاعتصام وقناصة الإخوان ضربوا نار من فوق العمارات وشادي استاد منهم واحد وزميله أموا بالباقي بس تفجأة النقيب شادي مجدي شاف مجند واقع على الأرض فقرر يتحرك عشان ينقزه ورغم ان المجاسفة دي ممكن تكلفه حياته مع وجود القناصة دول اتحرك وما خفش وشال المجند على كدفه لكن لسه بيتحرك خد رصاصة في دماغه من الإخوان واستشهد عشان يبقى أول شهداءنا ففض الاعتصام ومات شادي وهو رافع صباعه وناطق الشهادة وسبزوجة وبنت صغيرة اسمها فريدة عمرها خمس سنين وبعد استشهاده حيات بابا ومامته بقت من غير طعم خصوصا ان ما عندهمش غيره هو وققوه عيسم اللي أصغر منه بسبع سنين وبيقول اللوى مجدي بدر شادي كان صديقي الوحيد في الدنيا وابني البكري ومساعة استشهاده وحياتي عبارة عن أحزان متكررة كل يوم ما بخرجش من البيت إلا في أحوال ندرة جدا وباكل عشان بس عيش ويومي كله في الصلاة وقراءة القرآن وما فيش حاجة بتهون علي غير سرطه الطيبة وسمعته واستزاميله وقياداته وبيحكي أقرب صديق لشادي إن الشهيد كان طيب مع كل اللي حواليه خصوصا المجندين اللي بيتدربوا معاه وبيقول كنت ساعاته لقيه بيتكلم في الموبايل ولما قوله مين دا يا شادي يقولي عسكري خدم معايا ومش فكر اسمه بيعيد علي كل العساكر كان أصحابه وأخواته الصغيرين ولما يعوزوا حاجة بيرحولوا رحم الله الشهيد البطل شادي مجدي وغفر له